وعنك رأيت واحد لهوتي يهتزوا تشككاً وضياعاً وشعوراً بالتزلزل لأنه في حقيقة بتقول إيش أنه مئات ماليين الحياة من تهضر وواحد بنجح أبداً أبداً بشوف لك وثائق من خمس دقائق أو من خمس ساعات عن الجنين يقول لك سبحان الله سبحان الله وبشوف المنويات كلها بتجري قاعدة واحد بس وعمره ما تزلزل ولدك المؤمن يقبلها الملحد يقبلها حلو 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 وسع شوي ولعب لعبة المقارنة أبداً على الملتي فيرس في أكوان كثيرة قشعر بداني ربك انتخب منها واحد قال بدي انتخب الكون هذا كله عشان يكون فيه كوكب أو كواكب تدعم الحياة انت هنا يلا مش هتحرجني بالملتي فيرس مش هتحرجني مش هتزلزل إيماني أنا سأفترض مع ستيبن ويبيرغ وهنا ضربتي بفضل الله هذا كل الأفكار جديدة بفضل الله عز وجل وغير مسبوك أنا سأوافق مع ستيبن ويبيرغ وهارتل وستيبن هوكينغ وكل اللي تعاطفوا كثيراً أو قيلاً مع فكرة الملتي فيرس سأوافق معكم يا سيدي أن هذه الفكرة معقولة ومقبولة وممكن تكون حقيقية كمان وخلينا في يوم الإيان من التأكد منها وتطلع حقيقاً وفي أكوان وفي نادي المطاف ستكون برضو محدودة يعني عشر وخمسمائة برضو محدودة ما في شيء في عالم قوانين الطبيعة ما لا نهاية أي معادلة دخلتها لما لا نهاية كي بعزبها لا خلص انتهينا جاعدنا في إيه في التخبيص واضح ما في نهاية عشر وخمسمائة عشر أس ألف عشر أس ألف ألف وخمسمائة بظلوا محدود في الأخير عبرنا عنه برقم ما في شيء يسمو ما لا نهاية عشر أس ما انسى انسى الكلام هذا حلو جميل هذا الشيء أنا سأنظر له بمثال آخر قريب إلى حد ما طبعاً أضع منه كثيراً قريب لماذا يقدر يقدر لحيماً سبير موحد يعني لحيماً حيوان منوى يعني واحد من بين مئات الملايين في اللقاء الواحد بينا إيش الزوجين في عالم الحيوان أنه هو اللي بس إيش يخصب بويضة يخصب البويضة العروش واحد فيما يهدر مئات ملايين الحيامن يالله بره خلاص انتهت ستقول لي ما مع الكلام أليست توحي إليكم هذه الظاهرة في عالمنا الأرضي المحكوم بمبادئ كثير معقولة والهو أحسن نموذج شيء للفايند يونينك والمبدأ الأنثروبي وما في مشكلة حتى لأي لهوت وأي مؤمن مع التسليم بهذه الظاهرة إن واحد ينجح ومئات الملايين تهدر ألا يوحي إليكم هذا أنه فيه طريقة لله في الخلق وطريقة لله في التكوين تقوم على مبدأ يمكن أن نسميه أو الانتخاب سيلكشن فعلا ها تقول لي والله صح معناها دار اللي إحنا مصررين هي انشيطنه ونرفض نظريته وانتخاب وقصة كبيرة يا جماعة الله يخليكم الله يخليكم هذه المبادئ تشتغل على مستويات كثيرة ستحرجكم خليك شوية ذكيها إلعبوا لعبة المقارنة هذه هذه مئات الملايين وكل واحد لو تهدو حتى الفرصة لأله هو صالح إنه إيش يخصب بويضة معظمه على إطلاق صالح في الأخير يتم إيه الحظ السعيد يضرب ضربته لواحد الحظ سعيد والباقي يهدر يهدر أبداً ولن تخصب إيه بويضة ووهدت خلاص انتهت هذه ستزول إذن هذه الطريقة من طرق الله في الخلق لذلك في ناس الآن إن اللاهوتين غربيين عاملين مقاربة هيك مريحين حالهم فيها يقول لك إيه عشان محرجش نموذج الإيماني الديني بالله وبالإله ما يتعلق به مع العلم ونتائج العلم وتضمينات تضمينات العلم تعقيبات توالي العلم تدعيمات بسموها برضاً كلها ترجمات لكلمة كلها تعقيبات توالي تضمينات قصة طيب ما قال لك؟ قال لك يكفيني أني أقرر إيماني بأنه الخالق أما كيفية الخلق موضوع متروك العلم يكشف عنه يوم بعد يوم كلام جميل صح أو لا؟ كلام جميل إبراهيم عليه السلام هل كان عنده مشكلة مع خلاقية الله؟ أبداً كيف عند مؤمن؟ نبي سيد المؤمنين سيد الموحدين يعلم هذا تماماً لكن كان عنده تشوف لأيش؟ كيف؟ وشرحناها مرة وبالتفصيل قبل أشهر مش هنعيد صح؟ بس هو العلم يحاول يكشف لك لو فهم دوره كيف يخلق الله صح أو لا؟ أما أنه في الأخير هو المتوحد بالخلق المتفرأة طبعاً ما فيه مستحيل تفسير نهاية دائماً يعود إلى الله إنساً ما بتكتر ما بتكتر تتجاوزه هو البوحد كل شيء الإمام بالله الله نفسه لا إله إلا هو لكن كيف؟ خلي العالم أقول لك كيف؟ خليه هاتفطل هاي مجرد درس ابتدائي في الإمبريولوجي في علم الأجنة سيعلمك أنه واضح أنه في مبدأ انتخابي مهيمن في قضية تخليق الحيوانات واحد من مئات الملايين بنجح والباقي يهضر لا إله إلا الله عجيب حتى في البشر وين العباقرة؟ ليس المبدعين؟ تحكي عن العباقرة نها ومئة مرة قلنا فيه فرق كبير بين موهوب ومبدع وكذا وبين عبقري والعبقرية عندها مئات التعريفات مئات مئات فعلا ما فيه شيء عن نوتن قضية اصطلحية على كل حال لكن يمكن من أجمل ومن أكثر يعني تعريف دقة العبقري هو الذي يقوم بزحزحة في إيه؟ في الباردائم باردائم الفكر سواء في ميدايل العلم أو غيري يعني إزحاق نوتن ساوى زحزحة ساوى كوبر نيكو ساوى ساوى لكي نقول لك كوبر نيكين ريفولوشن ثورة الكوبر نيكوسية كوبر نيكين ريفولوشن أعمل زحزحة من نموذج يعني مركزية مركزية الأرض إلى مركزية الشمس زحزحة كبيرة أينشتاين ساوى ساوى زحزحة رهيبة في النسبيتين ساوى دارون ساوى زحزحة رهيبة هذوها باقرة كم واحد هذولا؟ في رأي بعض العلماء ما بتجاوزوش في تاريخ الدنيا خمسمية الفاندرس التبنى هذه المقاربة قال أنا بشوف أن كل تاريخنا البشر كل تطورنا الحضاري العلمي الفكري الفلسفي الأدب الفني يدين إلى زهاء خمسمائة إعاب قليلة كلمة غير بعيد عن حقيقة هنا مرة أخرى يلاحظ فعل مبدأ الانتخاب أم لا يلاحظ يلاحظ في انتخاب معناها من بين ملايين البشر قضت حكمة الله أن يكون العباقرة قلة قليلة خمسمية من ملاير من ملاير سوف تقول لي ما هذا عمل عمل كل ما أنت تراه الآن كل هالهلومة التي نحن فيها هذه وجيمس ويب والكون والفيزياء والفلك والموسيقى وبت هوبين تشايكوفسكي ودست هوفسكي وكلها هذور خمسمية يعني يبدو نواع يعني أنه مرضوية كل شيء في مكاني يعني يبدو أكثر من هيك يمكن مبنعك ليس كويس أقل من هيك ونحن نكون بتأخير أمر رباني هذا في الأخير كل شيء في مكانه بس مبدأ الانتخاب شغال ومشغال شغال هذه الفكرة ممكن يقبلها ملحد يقبلها تماما يقوله طبعا هذا هو الشغال أنا أقول لك أنا هذه مشكلتي معها لا 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 أنت تقبل وأنا أقبلها ما عندي مشكلة أنا كمؤمن أقبلها شفت واحد لهوتي يهتزوا تشككاً وضياعاً وشعوراً بالتزلزل لأنه في حقيقة بتقول إيش أنه مئات ماليين الحياة من تهضر وواحد بنجح أبداً أبداً يشوف لك وثائق من خمس دقائق ولا من خمس ساعات عن الجنين يقول لك سبحان الله سبحان الله ومشوف المنويات كلها بتجد قاعدة واحد بس وعمره ما تزلزل سأل ولدك المؤمن يقبلها الملحد يقبلها حلو 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 وسع شوي ولعب لعبة المقارنة وسعها على الملتي فيرس في أكوان كثيرة قشعر بداني ربك انتخب منها واحد قال بدي انتخب الكون هذا كله عشان يكون فيه كوكب أو كواكب تدعم الحياة انتهينا يلا مش هتحرجني بالملتي فيرس مش هتحرجني مش هتزلزل إيماني فهمتوا عليه نحن؟ أعتقد استوعبتم مقارنة بهذه